خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبدالجليل بالرباط أن جميع جهات المملكة تتوفر حاليا على برامج عمل خاصة بها في مجال السلامة الطرقية السيد عبدالجليل أوضح أن هذه المقاربة مكنت من تفعيل اللجن الإقليمية للسلامة الطرقية التي يترأسها السادة العمال اليوم لدينا مخططات نقوم بها 355 عملية وميزانية إجمالية جوجة الملايير الدرهم النقطة الأخرى التي نكبنا عليها في هذه اللجنة اليوم هو الحصيلة الأخيرة لحوادث السير لسنة 2022 والتي تبين فيها أنه كان الارتفاع مقلق بالنسبة للوفيات المستعملين للدراجات النارية كل الجهة المملكة اليوم تتوفر على مخططات وطنية ومخططة جهوية للسلامة الطرقية تتخذ بعيد الاعتبار الخصوصية لكل جهة من طبيعة الحال ما هو مطلوب حاليا هو التفعيل والتنزيل للمخططة الجهوية العملية تندرج في إطار تعزيز المراقبة الطرقية لمخالفات قانون السير الرامية إلى تقوية مراقبة السرعة بالرادارات المحمولة وباستعمال رادارات من الجيل الجديد مثبتة على متن مركبات